شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة وبتستمر حمل تشوف بنفسك اللي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري مستمرة في تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة واللي شاملت مصانع شركة النصر للكيمويات الوسيطة واللي بتعتبر من الشركات المتفردة من نوعها على مستوى الشركات والمصانع اللي بتعمل في نفس المجال في الشرق الأوسط وده بيرجع لتعدد أنشطة المصانع الموجودة بالشركة واختلاف منتجتها مبدئين الزيارة النهاردة كانت زيارة جميلة جداً أنا ما كنتش متخيلها مبدئياً إنها تطلع بالشكل ده النهاردة جينا زيارة لشركة النصر للكيمويات لقينا حاجة بصراحة ما كناش نتوقعها مصارح كبير حاجة مشرفة لمصر عرفنا كمان حاجات كتير إن الشركة فيها كذا مصنع فيها دقريباً 47 مصنع أو كطاع فشوفنا النهاردة حاجات جميلة والشركة ما شاء الله لديزة له مصر فيها حاجات جميلة يعني مبسوطة إن في المصنع كامل قرية يعتبر مساحة كبيرة قوي من المصنع اللي قائمين عليها ومشرفين عليها مصريين كمان من فكرة إن أنا وهنا أقدر أتابع كل المستشفيات في كل الجمهورية أقدر أتابع الأكسجين بتاعهم نقص أولاء عشان أقدر أغفر لهم فده أعتقد أنه وحي يحل مشكلة كبيرة ومستقوان إن شاء الله كمان تم تنفيذ زيارات ميدانية لطلبة الجامعات إلى مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ الطلبة شهدوا إعداد وتجهيز المعادن لاقتصادية المتواجدة في خام الرمال السوداء الشاطئية وعمل القيمة المضافة لهذه المعادن لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير الفائض للسوق الخارجي موسيقى استفدنا جدا بالمعلومات لغاية ما جينا هنا عند القروقة المعلومات كانت مفيدة لنا جدا واستفدنا وإن شاء الله لما نتخرج هنسعى أن نحن نقدم ونشتغل في الشركة هنا النهاردة كنا في زيارة المصنع الرمال السوداء في البورولوس وبصراحة الاستقبال كان نحله جدا وكل حاجة كانت تمام وكل كانت بالشحنة يعني كل حاجة بالتفصيل ودخلنا ونصنع الزركن الجاف والراطب وكانت يعني كل حاجة كان فيه استفادة كاملة بصراحة بكل حاجة وإن شاء الله بعد ما نتخرج هنيجي هنا وهنعمل هنتضرق ويبقى فيه استفادة أكبر من كده كمان كمان شاملت الزيارات مجمع مصانع الرخام والجرانيت بالعين السخنة واللي بيعتبر من أكبر وأحدث مصانع الرخام والجرانيت في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي تحدي كبير قامت بيه مصر لاستصلاح الأراضي في منطقة تشكة أرض الخير نظمنا زيارة لطلبة الجامعات شافوا من خلالها طرق الرأي والوسائل الزراعية الحديثة اللي بتتناسب مع طبيعة المنطقة ومنتجاتها المختلفة من المحاصيل الاستراتيجية اللي بتساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الزادي LUX ترجمة نانسي قنقر بقا just نهاية الم肥ر منتجات 자ر أشق علينا الفجون طبعاً في ذلك المشروعات اللي بيقوم بها سيادة الرئيس مشروع تشكا شفنا كمية تنوع في الزراعة رهيب شفنا مدن كاملة جاهزة ان الناس تعيش فيها احنا الواحد فخور ان الرئيس السيسي دائما مهتم بالشباب ان هم يشوفوا الحاجة على ارض الواقع وان احنا في مشروع تشكا توفر فينا ان احنا شفنا فتح طرق جديدة لمستويات العمالة على كافة المجالات ففجد الواحد فخور ان احنا بقينا نشوف ده على الارض الواقع وان الزراعة بقيت متطورة في مصر النهاردة احنا جينا هنا في مشروع تشكا عشان نشوف الانجاز اللي بيتم في مصر في المجال الزراعي وهو مشروع مهم من ضمن ركن من الثلاث اركان للمشاريع الزراعية اللي بتعملها مصر زي شرع العوينات وضرب الاربعين وكمان مشروع تشكا احنا مبسوطين احنا جينا هنا وشفنا حجم الانجاز المبسوط الحمدلله ريحلة كويسة جدا تسحق الزيارة يعني وحاجة كويسة اللي احنا نحاول لصحراء لارض الارض نستفيد منها ارض خضراء ارض الارض ناخد منها خياراتها كلها باللاحش عرفينو ده النهاردة حاجات ماشاء الله يعني وبدل ما انت بتشوف حاجة مثلا من العنت او حاجة وانت متضايق تعال شوف نفسك تعال شوف نفسك هنال الدنيا بجد غير انت تشوفها خالص الدنيا بجد تستحق انك تشوفها جاية تحت مبادر تشوف بنفسك عشان نشوف المشروعات القومية اللي قدمها ستيادة الريس حاجات حلوة واحنا اول مرة نشوفها الحاجات دي و اول مرة نشوفها كده على الطبيعة وبدأوا الشباب الجامعات كلهم ان هما يجوا يشوفوا فعلا بنفسهم لان هما فعلا هيستمتعوا جدا حقيقي دي كانت بالنسبة لنا زيارة مفاجأة جميلة جدا لان احنا شوفنا حاجات احنا يعني حكاية ان احنا نقرأ او نتكلم او اي حاجة لا لا احنا هما اهم حاجة تيجي تشوف بنفسك هنا حقيقي مبادرة ممتازة جدا احنا بنضع الشباب مصر كلهم ان هما يجوا يشوفوا المشروعات العملاقة اللي معمولة دي ان شاء الله مصر كلها تبقى بخير طالما كلنا هنبقى قدينا في قدينا الرئيس والرئيس يعني اللي احنا تشايفينه ده احنا بنشكرك ومنشكرك يا رئيس واحنا معاك ووراك بازن الله انا النهاردة في مشروع تشكة مشروع تشكة من المشاريع العظيمة جدا اللي هتوفر فرص عمل للشباب المصري انا فخور ان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اقام بالمشروع ده لان ده بيعمل لمصر اكتفاء ذاتي حاجة كويسة جدا وحاجة فخر لينا وفخر المصريين كلهم وفخرين بالبلد وفخرين بالقوات المشلحة والعمل العظيم اللي البلد بتقوم بيه طبعا انا ما كنتش مصدقة طبعا ان انا هاجئ الاقي حاجة بالمنظر ده احنا طبعا نشوف الكلام ده في التلفزيون بس مش زي ان احنا نشوف الكلام ده على ارض الواقع طبعا احنا مش متخيلين ان في الصحرة هيبقى في مشاريع زي كده لحد ما خلاص عدينا اكتر من نص الطريق طبعا احنا شايفين صحرة قدامنا مش مش شايفين زي ما بيجي في التلفزيون طبعا نقول ان ده مش حقيقة فلما جينا هنا فعلا شوفنا قدقل مشروع حاجة كبيرة جدا وحاجة مشرفة للبلد وهتأثر فعلا على اقتصاد البلد في الفترة اللي جاية وبتستمر الزيارات اللي بتنظامها القوات المسلحة لترسيخ مبدأ المواطنة وغرس الحس الوطني لكل الأجيال الجديدة شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة